آخر عنصر من عناصر هذا الدرس وهو الطريقة المثلى في إعداد الداعية إن هذه المادة قد صيغت كلها لإعداد داعية ولتزويده بالقيم والمبادئ والقوانين التي تعصمه أو تحمله حملا أو تساعده مساعدة قوية في الخروج بالدعوة من مشكلاتها إلى الحلول هذا العنصر هو إعداد الداعية لابد لتكوين الدعاة وتربيتهم على الصفات الكريمة والآداب الحميدة التي تناولناها في شرائح سابقة وذلك لإعداد الدعاة إعدادا خاصا حتى يستطيعون القيام بوظيفتهم على أحسن حال كيف يتسنى لنا بناء هذا الداعية؟ إن من أبرز معالم هذا الإعداد أولا أن نعنى به وبتنشئته على تعلم أحكام الإسلام إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه والوقوف على أحكام الإسلام وعلى خصائص الإسلام ومبادئ الإسلام إنما هو سلاح أكيد للخوض بالدعوة في غمار واقع الحياة وألامها وتسليح الدعاة بجميع المستلزمات الدعوية فكما أن الطبيب لا بد أن تكون لديه المستلزمات الطبية القوية لعلاج المرضى فكذلك الدعاة وكما أن الجندية لا ينزل إلى أرض المعركة إلا هو مزود بالأسلحة والعتاد الذي يعينه على نجاح معركته فكذلك الدعاة لابد أن ننشئهم تنشئة أساسية في تعليم أحكام الإسلام كذلك لابد أن ندارسهم القرآن ولابد أن يعنوا أولا بفهم القرآن وفهم السنة وفهم السيرة النبوية على وجه يراد منه التلقي والتأسي والاتباع انظر عزيزي الطالب إلى الثلاثة تلقي سماع وتأسي يعني التزام واتباع أي سير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا ينقح الداعية من أبرز معالم هذا الإعداد كذلك العناية بصحبة العلماء العاملين والدعاة الربانيين والمرء مع من أحب فكلما كان الصاحب والصاحب ساحب كما يقولون فالمرء إن صاحب العلماء كان عالما وإن صاحب الدعاة الربانيين كان واعيا وكان قريبا من ربه أما إن صاحب أهل السوء كان على سوئهم وعلى خبس أقوالهم وأفعالهم أما الدعاة فهم أولئك الطراز أو ذاك النوع الذي نعنى به لماذا؟ لأنه هو الذي يحمل راية الدعوة خفاقة في كل مكان كذلك من الصور التي نعد بها هؤلاء الدعاة تعميق معاني الأخوة الإيمانية فيما بينهم فلا يمكن أن تنجح الدعوة وبين الدعاة إحن وأحقاد ولابد أن يعين كل منهم الآخر لأن الجميع يعمل في خندق واحد فكما أن أهل المعركة ربما يعين بعضهم بعضا على خوض غمار المعركة بأسلحة تفيد في واقع أو تعمل على تحقيق النص فكذلك الدعاة لابد أن يعين كل منهم الآخر بما لديه من أدوات ومعدات كذلك لابد أن يكون الدعاة على العناية التامة بالمدارج التطبيقية الدعوية بمعنى أن يقوم الدعاة بتطبيق المناهج التي تعلموها ومن خلال مصاحبة العلماء وأيضا القدر على مناقشة الأخطاء لتلافيها والإفادة منها فالمرء عندما يترك أخطاءه من غير نقاش ومن غير أن يستفيد بالتجارب السابقين من حوله إذن يخرج صفر ليدين لا قدرة له ولا طاقة على أداء الدعوة إن صور إعداد الدعاة كثيرة متعددة لكن في هذا القدر كفاية وإلى درس آخر من دروس هذه المادة